من الإسماعيلي هنروح لنادي المصري ودخل محمود وادي لعب نادي المصري السابق وفريق بيرميدز الحالي في الحسابات الفنية لكابتن إيهاب جلال مدير الفني لفريق المصري الفرسعيدي وذلك في زل رغب عن رغبة متبادلة من الجانبين إنه اللعب يعود مرة أخرى لنادي المصري حسم نادي المصري تسع صفقات حتى الآن وتضعيم قوي جدا خلال المركاتو الصيفي الجاري وذلك في إطار خطة التضعيمات اللي بيصير عليها النادي المصري استعداداً للموسم الجديد بيرغب طبعاً نادي المصري البرسعيدي في العودة بقى المنافسة على المراكز المتقدمة في بطولة الدوري في الموسم الجديد وطبعاً أستاذ كامل أبو علي بيحاول أنه يدعم صوف المصري بلعبين بمنتهى القوة في الفترة المقبلة عشان نادي المصري يكون موجود في المربع الزهبي مع جهاز طبعاً فني محترم زي الكابتن إيهاب جلال